قصف متواصل لم يهدأ على قرى وبلدات ريف الدبل الجنوبي رغم إعلان وقف إطلاق النار عشرات القرى والبلدات ما زالت أهدافا لمدفعية قوات النظام بل حتى للطائرات الروسية استادفت أبرز المنشآت والمراكز الحيوية في المنطقة طبعا نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام وراجمات الصواريخ على ريف الدبل الجنوبي قد لنزوح كبير في صفوف المدنيين طبعا أكثر من 99% نزحوا الأهالي بدك تقعد ما بتحسن تقعد من شدة القزايف بالنسبة لأغراضنا نجي من شيلة أحسن ما تروح تحت الدمار والقصف نكسبها أننا مناخدها منبيعة ومنردرد فيها عحالنا شوي أحسن ما تنزل عليها القزايف بين القذيفة والأخرى يستغل أهالي المنطقة الفرصة لإخراج بعض أثاث منازلهم وحاجياتهم الأساسية بعد نزوحهم إلى مخيمات الشمال السوري رحلة قد تكون طويلة بسبب عدم ثقتهم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم خرقه مرارا وراح ضحيته آلاف المدنيين الناس هنا لم تعد تسق بالهدن على الإطلاق لأن الهدن الماضي تعلمنا منها رجعت العالم على بيوتها وعب تنظف وكنا مبسوطين والناس فرحاني بالهدن قام النظام طلع بالطيران وبالمدفعي وبلش قصف على الناس فاضطروا للعودة فورا وحتى في ناس ما نزلوا غراضهم من السيارة بالنهار اللي إجوا فيه رجعوا فيه عشرات الاتفاقيات السابقة لوقف إطلاق النار ربما كانت نماذج كافية للأهالي لعدم الثقة وأخذ حذرهم ما أمكن عبد الرزاق صبيح حلب اليوم ريفو إدلب